بقى له يومين كده مبارح بعد صلاة الجمعة أهلينا في أليسكندرية وتحديدا منطقة نادي الصيد المنطقة دي تحديدا في السنوات كده ألاقي ناس ببعتولنا استغاسات الحقونا النوى وبيوتنا غرأت والناس وشوفوا ازاي والناس تجري ونعملوا منطقة كبيرة فيها حوالي ربعمائة ألف وخمسمائة ألف تقريبا هذه المنطقة بعد صلاة الجمعة مبارح نزلت بعض الناس ويعني ما اعترضين ان هم ينقلوهم من هذه المنطقة وانا بقوله هو بشكل واضح احنا كلنا معاكم حدش ضد حد خالص أهلنا يعني ده نصكوا بقى أرايب وأهلي وبلدياتنا يعني وعمرنا ما هنبقى ضد الناس ناس لها مطالب أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيتك كتعويض تاني أنا أقولك ودفع عنك وأقولك تاخد تعويضك كاملا والدولة لا يمكن تتأخر عن هذا الأمر أبدا لا سيادة الرئيس مبارح عامل جولة زي كل اسبوع على الدائري وأول حاجة بيسألها للناس الديوت تعاوضات ولا لا راضطوهم ولا هو ده الدولة الدولة لا يمكن ترميك في الشارع أبدا لا يمكن ترميك في الشارع لا يمكن ما تردكش بيت كويس لا يمكن ما تعملش التعامل معاك معاملة إيجابية ومعاملة طيبة ولكن عايزك تطمئن أهلينا في منطقة نادي الصدفة السكندرية عايزك تطمئن فلقيت حاجة لو محمد الشريف محاول السكندرية قاعد معاكو تقريبا من سنة وقابله الدكتور عبد العزيز قنصوة قاعد معاكو وكان بيجيلكو وما في محاول السكندرية اللي بيروحوا وعارف هذه المنطقة منطقة يعني عشوائية تتعرض لمشاكل هائلة البلد يا جماعة واخد قرار مش ممكن أسمح لمواطن يعيش في العيشة دي لا يمكن إزاي أنت ترضى على نفسك تعيش في العيشة دي الدولة مش هترضى تخليك كده الدولة بتعملك الأفضل أنت حضرتك عايش ازاي اتحملت السنوات طب أنا الدولة النهاردة شفت النوة بتعمل معاك إيه ده أنتوا كنتوا بتكلموني بتبعتولي رسائل الحقنا بنغرأ بيوتنا بتتهد أنتوا اللي بتبعتولي رسائل وبنطلع على هاو نتكلم ونكلم المحافظة المسؤول في الوقت اللي فيه أي محافظة الحق الناس يا جماعة آيوة موجودين وبعتنا لهم شلناه الصرف الصح اللي ما بيدرب بيبهدلكو بيبهدلكو وإحنا نبقى زعلنين عليكم والناس يجوا يشيلوا المية ويشيلوا الصرف ويشوفوا الدنيا ده معاناة ده أنتوا عشتوا السنوات معاناة محافظة كندريل لو محمد قاعد معاكو لو محمد شريف قاعد معاكو في بيوتكو ما حد سابكو ولا حد بيسبكو ده أنت قاعد في البيت ده وإنت تخاف أنه البيت ده يقع عليكو وإنت قاعد أنت كمواطن ده أنتوا كنتوا بتقولوا الحقونة بنغرأ اهو أنا بوريك هذه المنطقة بتتعرض لإيه في الشتاء بالذات ده عذاب عذاب يعني ما بيكونش حد بيعرف يعيش في الشتاء ولا تعرفوا تتحركوا اهو أنا بوريك ده المنطقة بتاعتك أنت ترضى تفضل كده يعني أنت راضي على نفسك تعيش وولدك يعيشه يا أخي البلد بتعملك مكان أنت كان نفسك تبقى فيه دكتور عبد العزيز قنصاء محافظة سكندرية السابقة اهو جالك حد بيتأخر محدش بيتأخر ده أنتوا عايزين الناس يجيلكوا عشان تغيروا حياتنا يا جماعة اهو بص على البيوت أنا عايزك تبص على البيت ما تشوف ليش أنه كذا لا لا بص على عشته كان عايش إزاي نادي السودس كندرية عايشين إزاي كان عايش في أبراج كان كل واحد عنده فيلا كان عنده أصر ولا كان عنده عشة وكان عنده يعني بيت يقع عليه بيوت وقعت بيوت وقعت وانهارت في هذه المنطقة اهو قدامك المحافظ داخل مش عارف يدخل البيت بجنبه داخل بجنبه دي عيشة ناس دي حياة ناس الستي بتستنجد بيه دي عيشة وريني بص على المشهد ده ارجع يوسف لو سمح ارجع هوريك لأنه لازم تبقى عارف الحكاية حد يقبل في عهد الرئيس عفتاح السيزي مواطن مصر يبقى عايش العيشة السودة دي يبقى عايش العيشة السودة دي لا أنت تقبل ولا الرئيس يقبل ولا أي مسؤول يقبل واللي يقبل يبقى بيخونك ومش عايز مصلحتك انت عايش كده مبسوط اهلين في منطقة ناد الصيد انت مبسوط من الاعداء دي مبسوط من العيشة دي مبسوط من المية اللي عاملة فيك كده انت سعيد ده يعني ما هدي العيشة هي دي بيوتك ولا بيوت مين ما انتو اهلين يا جماعة هو الرئيس الجمهورية هيجي عليك ليه رئيس الجمهورية بيعملك اللي يليق بيك ده من اول ما جيه من 2014 يعني ده لا يليق بيك كمواطن ولا يليق بإنسانيتك كم واحد هنا في الشقة دي بينامو في المكان ده كم واحد اتنين اربعة خمسة ولا واحد طب لو واحد وهو مش واحد ولا اتنين وهو مش اتنين ولا تلاتة لانهم مش تلاتة كم واحد في المكان ده بيتحركوا ازاي بيعيشوا ازاي عندهم مطبخ عندهم حمام عندهم سرير عندهم ما عندهمش عندهم اللي قدامك ده اللي قدامك ده اللي هو وضع غير إنساني اللي ربنا حاسبنا عليه ازاي سامحتوا للناس دي تعيش عشرات السنين كده محدش يبص عليهم ولا حد بيسأل عنهم ولا حد بيرعيهم لما يجي الراجل يرعيكم ويرعى ربنا الاول وانتوا بعد كده نقول احنا وازاي وبيوتنا واسبونا ازاي اسبونا وناس اطلع تعمل ليه حضرتك يعني انا بعملك بعملك الكويس ده انا موديك بشاير ثلاثة وبشاير خمسة هو انا وديتك مطروح ده انا موديك بشاير قاعد تغرق كل نوت شتا وكل شتا واصل حياتك صعبة انت عجبك المشهد اللي قدامك ده ولا المشهد الحلو اللي يليق بيك ده بشاير ثلاثة ولا خمسة هي الدولة النهاردة بتبيع ولادها ليه اسيبوا ولادي ليه ازا انا بعمل في اماكن اخرى يعني انا بعمل هنا وبعمل هنا وولادي اسيبوا بشار ازاي يعني تقول له الحقني يا سيدة المحافظ ايه العيش اللي انا فيها ادوني شقة يا جماعة عايزي عيش عيشة كويسة الدولة ما تديك شقة تنزل تتظاهر تنزل الشارع تتظاهر وانا مديك وبنقلك من العيشة السودة لعيشة تانية يا راجل يا راجل شوف الكلام يا راجل اعرف البلد الشغل ازاي هو حد يخد بيتك وقال لك والله اعطي الشارع حد يخد بيتك وقال لك مش هديك تعويض حد يخد بيتك ولا ورشتك ولا شغلت وقال لك مش هسكنك ده مين ده اللي عمل معك كده قل لي عليه لا يمكن هتلاقيها لاننا عارف البلد بتشغل ازاي وانتو عارفين البلد بتشغل ازاي وانتو عارفين ومتأكدين هو انت النهاردة لم يبقى عندك المطرة دي والأسر دي متعذبة كده ده يرضيك ويرضي ربنا ما يرضيش حد يا جماعة ارحموا بلدك وارحموا نفسك وقصارك وولادك خلي ولادك يروحوا مكان يليق بيهم خلي ابنك يعرف بلده ابنك يروح يلاقي مدرسة نظيفة يلاقي ملعب يلعب فيه يلاقي حمام سباحة معمول يلاقي مسجد يلاقي كنيسة يلاقي كل مكان يليق به جناين وحاجة جميلة أسنصرات وشقة نظيفة بلد هاي البلد بتديك قوضة وصالة ما بتديكش قوضة وصالة على حسب عدد الأسر كام واحد الأسرة واحد ولا اتنين ولا اربعة ولا خمسة قديك يقوطين يا تلاتة حاجة زي الفل بتجاهز ومتشطب وتروح تاخد هدومك وتروح حد يشرمك ولا حد يرميك لكن عايزك تبص على العيشة اللي انت فيها النهاردة هي بشاير الخير دي بعيدة عنك مش اتنين تلاتة كيلو تاخدهم ماشي ولا هي فين في الهند ولا ما وديك المعمورة ما جنبك اهيه المحافظ لما بجالكم عملتوا مع المحافظ في الاجتماع ده ما كان بيتكلمكم على هيتعمل سقفتوله ولا ما سقفتوش طب ايه اللي فارق ما بيقول الاجتماع ده والسنة دي اللي حصل مبارح ده ايه اللي حصل هل قالوا حاجة اهو ما انتم بتسقفوا للمحافظ كالمحافظ بيقول لكم ايه في اليوم ده في الاجتماع ده ده عام المخطط وقال لكم خلال سنة طب ما هي السنة هي وليه في ناس مسرة انه عيشته تبقى عيشة مدى حياته مش مكان حلو ليه ما تروح يا سيدي هناك عمين متنظامة اهو قدي البشاير بعرضها لك طيب لو المكان ده هيعملوا فيه تطوير قلهم يا ما زي ما عملنا كده في مسبيره مسبيره فيه ناس قالك أنا معرفش هنا هيعملوا ايه يعني التطوير لكن لو هيعملوا ساكن خلاص عايز تقعد روح وقعد برا لحد ما يخلص وارجع لو انت لايه فيه ساكن هيتعمل عملناه في مسبيره فيه ناس خده فلوس وخلاص ومش راجعين وفيه ناس خده يعودوا بالإيجار ويرجع ياخد شقة في نفس المكان بتاعه عمل في مسبيره كده وانت فاكر النهاردة البلد هقولك تعالى عمل حاج خدت بيتك وقعد الشارع عملتها مع مين تاني بقول عملتها مع مين قول لي حضرتك قول لي والله التعليمات اللي جات ان احنا نخرج من البيت ونعطي الشارع قول لي كده قول لي انه دا حصل بس دا لا يمكن ان يحصل لا يمكن دا انت قبل ما تخرج من بيت تكون روح تبيتك قبل ما يخرجك من بيت زي ما عملوا على الدائري هو الدائري ما هو بيزيلوا البيوت على الدائري منفع عامة يتضر ألف واحد أو ألفين تستفيد منها مئة مليون تلتمائة واربعين ألف عربية يومين بتعدي منها على الدائري في اليوم طب فيه ايه بدي منفع عامة والناس يعني ما شاء الله عليهم فيه ناس آه زعلت لكن لما عرف في الآخر انه المنفع عامة هتقدر تقول عليها شقة دية هتقدر تقول عليها ايه اما حصل وحصل بعد كده اي وحدي بيجي بهدلة منطقة بقول لكم بهدلة فارجوكو لازم نخلي بالنا ونخلي اسأل واسأل ولك حق انك تسأل وتتساءل ولكن لا تندفع يا سيدي مش حيزك تندفع لنك لازم تبقى الموضوع مش لسه السوناس يقول لك ايه اشرحوا ده يقعدوا معاهم بدل السنة بقى لهم سنة واكتر من سنة قاعدين معاهم وشرحين كل حاجة بس نشرح تاني وتالت ورابع ومحافظ كنديرا لما راح عامل ايه طيب محافظ السابق الاسبق اه عامل ايه ده انتوا نفسكم وانا سمعكم الناس بعض منهم هم بيتكلموا الحقونا هم اهلين 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 وحبيبنا والله والله العظيم كلكم اهلين وحبيبنا ومحد ابدا يسمح انه حد فيكم يبقى عنده مشكلة ولا حد اصلا يسمح انه يبقى فيه مشكلة الناس كلها بتعمل عشانكم بس لازم تخلي بالك مناطق النهاردة البلد مش هيكون فيها منطقة عشوائية واحدة البلد بتغير خلاص مناطق عشوائية ما فيش اخر السنة دي ما عندناش ده قرار من 2014 لازم الناس تبقى حال الناس يتغير للافضل طبح وده اللي بيتعمل هسماعكم الناس قالوا ايه مجموعة من اهالينا قالوا ايه وكانوا بيقولوا ايه ده انتوا اللي بتطلبوا يا جماعة ده انتوا اللي طلبتوا والدولة بالمناسبة ان كنتوش طلبتوا كانت هتغير يعني حتى لو انتم ما طلبتوش الدولة واخد قرار 2014 الرئيس عرض كده في مؤتمر وكنا حضرينه كلنا قال لك عجب كل ما شاهد دي والله والله ميرضي ربنا انا مش عجباني ومش مش هسمح انها تستمر 2014 لما الناس كانوا زيكم ما انتم كده واللي كان في الدوية كان كده وغط العنم كان كده والسماكين كان كده والقابوط كان كده اقعد اسميلك كل الاسماء اللي اتنقلت يعني ده يرضيك ولا يرضيك الرئيس قال لك ما يرضنيش يرضيك ده بيت حد يعيش كده حد يقعد كده انهي حد انهي حد يتحمل المشهد ده اللي قدامك يا خبر ابيض نحن نصلح لك وعملك حاجة كويسة وفي الاخر تيجي تقول بيعملوا فينا وبيسووا وتنزل معقولة يا جماعة معقولة لا لا يعني عم الحج واهلنا وكلك وانا بحييكم وكلك والله يعني معقولة اللي قدامكم المشاهد اللي قدامكم دي دي ترضيكم طب انت دلوقت ده كنت بتعملوا ايه كنت بتقولوا الحقونة فين الشؤة فين يلا طب ما هو الشؤة بتتعمل هي تعاملت الشؤة والمحافظة قعد معكم بقى هو كلكم بتشتكوا الحقونة الصرف يا ستر محافظة بيغرقنا الماية بتضرب الصرف بيضرب الماية بتغرقنا مش كده كنت بتقول اللي هو الشريف ولا ما كنتوش ولا النوة بتعملكو ايه النوة لما بتيجي بتعمل ايه ليكو اهي قادي النوة دي بتتحمله ازاي حكتك في ناس يعني ايه ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر